وفيه نقطة مهمة قطت لكم الكلام ده من يومين الحالة المعنوية داخل المنتخب والعلاقة بين حسام حسن واللعبين علاقة جيدة جدا دلوقتي هتقول لي من الأول هقول لك لا مش من الأول دلوقتي العلاقة جيدة جدا هتقول لي واللي حصل في قصة حيازي تعدي تعدي وهتلاقوا العلاقة بين حسام حسن وحاجاز الفتر اللي جايه كويسة جدا ومفيش اي مشاكل الصورة بتاعت حسام حسن وهو ياخد تي شيرت اللي عليه مية ورايح لصلاح وهكلم على صلاح طبعا انه هو شارك في مئة مباراة دولية مع منتخم مصر صورة حلوة اسطورة واسطورة كما كنا بنقول في البداية خالص اول ما اتقول له حسام حسن انه لازم حسام حسن وصلاح يشتغلوا مع بعض عايف يعني ايه منتخم مصر بيديروا من خارج الخطوط اسطورة ومن داخل الخطوط اسطورة حاجة حلوة اوي والاتنين مع بعض الاتنين مع بعض الصورة حلوة يا جماعة اليوم مبروك لمنتخمنا متفقلين جدا بالكابتن حسن حسن ربنا يا رب يكرمه هو جهازه المعاون النهاردة سجل محمود ترسجي الهدف الاول لمنتخم مصر وسجل ايضا الهدف التاني في الديئة 29 والهدف التاني جي في الشوت التاني في الديئة 56 عن طريق الاسطورة محمد صلاح في مباراته رقمية والهدف الرابع سجله البديل مصطفى فتحي في الديئة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضوء اشتركوا في القناة